أطفال العراق ومراهقوه هم الجزء الأكبر من قرابة خمسة ملايين عراقي باتوا يصارعون الجوع في ظل جائحة فيروس كورونا أطفال هذا البلد اليوم يدفعون التكلفة الباهظة للفقر الذي ازدادت أنيابه فتكا بتفولتهم بسبب السرقة والفساد الحكومي الذي وضعهم منذ عام 2003 وهم عماد المجتمع ومستقبله على هامش اهتماماته جائحة فيروس كورونا التي تفاقمت في العراق ألقت بتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية الفادحة على الأطفال والمراهقين وهم الجزء الأكثر هشاشة وضعفا فحملوا العبء الأثقل المتمثلة بتفاقم مستوى الفقر أنا أطلع بالأربعة والثلاثة وأروح بالستة والسبعة قبل أن يصار حضرة الجوال تحصل عشرة ودعش السلاقهم تحصل خمسة وستة ونتيجة توقف الأعمال وعدم وجود مصادر للمعيشة وترد الوضع الاقتصادي وخصوصا للعائلات الفقيرة وفقدان الأمل بأي إصلاح حكومي لانتشال الطفولة من مستنقع الجهل الذي يهدد مستقبلهم أجبر الكثير من الأطفال على العمل بالرغم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة في البلاد بشكل غير مسبوك وتؤكد منظمة يونسيف التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالطفولة أن الأطفال والمراهقين في العراق يواجهون اليوم أعلى ارتفاع في مستوى الفقر وتقول المنظمة إنه في الفترة التي سبقت تفشي فيروس كورونا بلغت نسبة الفقر بينهم واحدا من كل خمسة أطفال أما الآن فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من اثنين من كل خمسة أطفال وهذا ما يعكس فشلا حكوميا ذريعا في تنشئة أهم شريحة في أي مجتمع ينشد التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر